موسيقى في الحقيقة عاز اتكلم النهاردة عن موضوع هام جدا انا عارف ان احنا كتير من الناس سموا قبل كده عنه موضوع الغفران ازاي ان الانسان يغفر لكن في الحقيقة من خلال جلسات المشهورة والناس اللي بتكلم معاها لقيت فعلا طبعا كتاب المقدس ذكر هذا الموضوع برب يسوع نفسه تكلم فيه لكن لقيت ايضا ان هذا الموضوع بيجعل ناس كثيرين جدا يعيشوا في مرارة شديدة اوي فعشان كده انا قلت باسم الرب يسوع كده انا عايز اتكلم على ايضا موضوع بازاله النهاردة الغفران ازاي اغفر لمن اساقه الي احباي فيه ناس تيجي تقولك يعني انا تعرضت لاذاء جسدي او ازاء نفسي او ازاء جنسي وانا صغير وما عنديش اي حاجة عاملها ازاي تطلب مني ان نسمح هذا الشخص فعلا بيسألوا الناس هذه الاسئلة اللي درجة بيقولوا ان الكتاب المقدس مش عملي لا داشت تنفذ يعني ازاي تنسى واحد يعني خاصة اللي بيتأزوا من الناس القريبين ليهم من قريب في العائلة صديق العائلة او حتى الاب او الام او غيره يعني الناس المفروض موضوعين ان هما يحموني هما اللي بيأزوني طب الناس استغرب طب اسامح دي الناس ازاي فعشان كده يا حباقي لما لقيت ان الرب يا سعب يتكلم عن هذا الموضوع لقيت انه بيكلم الناس اللي لما بيقول اغفر لنا ذنوبنا كما نحن نخفر نحن ايضا المزبين الينا بيتكلم في الصلاة الربانية ابانا الذي في السماوات فمش بيكلم الناس الخطى الخطى ما يقدرش يعمله كده الانسان ما خدش غفران من المسيح ما يقدرش يعمل كده لكن ده لازم يكون واحد مولود من الله بيقول للاب انت ابويا عشان هذا الشيء فعلا صعب جدا ان الانسان يعمله بدون قوة روح الله لكن ايضا بجد ان الناس من المؤمنين وعندهم قوة روح الله لكن حياتهم بتتعطل وشركتهم مع الله بتتعطل وبيدخل الشيطان حياتهم بسبب ايضا عدم الغفران لكن النهاردة عايزة اتكلم ازاي نغفر بخطوات عملية من الكتاب المقدس اول حاجة احباقي عايزة اقول لكم ان في مفهوم خاطئ عن الغفران فيه ناس بتعتقد ان الغفران هو اني ارجع العلاقة زي ما كانت بالزبط لا الغفران حاجة والعلاقات حاجة ما بيقول احب اعداءكم هو مش بيتكلم عن محبة الفيليا اللي هي محبة الشركة وبيتكلم عن محبة اجابي المحبة اللي هي ملهاش يعني ما تنتظرش حاجة من حد المحبة الالهية دي المحبة اللي بيقولك حبي بها عدوك لكن ما قاليش ان انا واحد لسه بيعاديني الى الان واروح بس اعمل معه علاقة كأنه ما حصلش حاجة ده مش مفهوم الغفران لان عشان علاقة تبقى سليمة لازم الطرفين يشتغلوا فيها مش انا بس لازم الطرف الثاني كمان يشتغل فعشان كده قال الرب يسوع لان الرب يسوع عايز العلاقات بين المؤمنين تبقى حلوة عايز علاقتنا مع الناس كلها تبقى حلوة ممتازة قال ان اخطأ اليك لقى سبعتاشر ثلاثة ان اخطأ اليك اخوك وابخه وانتاب فاغفر له يعني الغفران اني انا مش مش غفران ان انا اروح اعمل علاقة مع حد ليس فيه عدوة بينه وبينه لكن لازم ان انا اروح وحتى لو شعرت ان انا تقزيت ما قولش ان انا ما تقزيتش انا تقزيت لكن انا عايز بقرتي الكاملة اني انا اسامح انا عارف ان انا اتقزيت وعارف اني ازايا جات لحياتي مع ذلك انا بقرر اسامح المسامحة مش ان واحد مغلوب على امره وخلاص يعني يحصل لما يحصل ما هو عندنا في مصر في مصر يقولك دربوا لعورة على عينه وقال خربانا خربانا لا مش هادي المسامح يعني وقت المسيح لما كان الناس بتجلدوا وبتفع عليه جي واحد عبد رئيس الكهنة المسيح بيكلم رح لطموا على خده فلح المسيح قالوا ايه يحنى 18 ع 22 ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا اهاجاذا تجاوب رئيس الكهنة اجابه يسوع ان كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي وان حسنا فلماذا تضربني يعني هو عايز يقوله انت عملت فيها حاجة مش كويس انا حسامحك بس احبائي لما الواحد يشعر في مفهوم خاطئ عن الغفران انه يقولك يعني خد من الناس الازاء وكأن فيش حاجة حصلت خالص لا ان انا اعرف ان فيه ازاء حصل لكن في نفس الوقت انا بقرر بقرراتي الكاملة اني انا اغفر مع اني انا اتقذيت وطبعا لما بيقول احبوا اعداءكم انا بقول عن الازية الشديدة ان فيه ناس اتقذت يعني ازية شديدة لمواقف عدائية ايذاء رهيب مع ذلك قال برضو احبه فهناش مضطرين نحمل علاقة مع كل من اسائلنا ولو اننا نصلي من اجل العلاقة الرب يعمل لها يقيم العلاقة من جديد لكن لازم زي ما قلت لكم العلاقة لازم نكون بين اتنين انفعش انا بس اعمل العلاقة دي اما انا فاقرر الغفران احباي الغفران ان هو اعرف ان انا تأذيت لكن في نفس الوقت انا بقرر مبقاش فيها مرارة مبقاش فيها كره مبقاش فيها حب انتقام لمن اذاني قرار ما هواش احساس القرار الاحساس بعد كده بالصفاء من ناحية فلان ده بيجي بعد القرار لكن انا بقرر امام الرب ان انا اسامح هذا الشخص من قلبي وانا لا امسك عليه مرارة او شعور وحش واتمناله ان انا اتشفى فيه او هذا كله وهذا من ارادتي بارادتي الكاملة هتقول لي صعب جدا وقولك انا اتفق معك هذا صعب جدا لكن بقوة الروح القدس ونشوف الكتاب اتكلم ازاي عن الموضوع دوت هنعرف انها هنعرف انها ممكن تتعمل والاف وملايين الناس المسيحيين انتصروا بهذا الامر وهذا تنفذ في حياتهم احباة الانسان ان انا بحب اقزي الناس انا بحب اقزي الناس كمان زي الدائرة الكهربائية بتنتقل كل حاجة كده من واحد للتاني انا لما اسامح بقطع الدائرة ديت لاني انا لما بتقزي انا بقزي غيري وبقزي نفسي كمان ازاي بقزي نفسي اكتر حاجة اقدر اقزي بيها نفسي هي اشعر بالشافق على نفسي في ناس كثير جدا تشعر انها بتشفق على نفسها وانا معذور في كل اللي بعمله ولان الانسان معذور ضميره مش بيقنبه حتى لما هو يقزي الاخرين قولك لا انا اللي حصل فيها مما حصلش في حال تخيلوا انه كل الناس انا بسمع حاجات كتيرة جدا جدا كل الناس بتقولي هذا الكلمة بيقولك انا ما ظنش ان في حد حصل فيه زي اللي حصل لي طب ده انا بسمع الكلمة دي من كل الناس طيب امين بقى المظبوط كل واحد بيعتقد انه هو فعلا اتأذى اكتر حاجة في الدنيا دي كلها وفي ناس بتكون ازيتهم مش زي يعني مش كبيرة لكن بيشعروا انه هم كأني يعني ايه حصلت لهم اكبر ازية ممكن تحصل لانسان بيقول في كلوسي 3 عدد 13 محتملين بعضكم بعضا ومسامحون بعضكم بعضا ان كان لأحد شكوى كما غفر لكم المسيح كذا انتم ايضا انا بغفر للناس لان المسيح غفر لي وانا عملت قد انا عملت كتير انا عملت اذا امام الرب نفسه انا جدفت على الرب كلنا عملنا كده انا تمردت على الرب ملايين المرات او ما تحصل حاجة وحشة اقول ليه يا رب بيتعمل كده اظن انها جاية منه زي ما قلت لكم على الرجل سواء التاكسي التاكسي ما مامشيش معاه بص ربنا قاله بتعملها تاني برضو يعني يعني هو بيقلوم ربنا على ان التاكسي ما دارش ما بصش البطارية ما بصش لده كله بص ان ربنا النهاردة واقف له انه هو مش حيدور له التاكسي ده بيحصل معنا كلنا احباقي اي شيء بيحصل احنا بنقول لنا رب احنا اخطأنا وزي ما بقولت اول مرة تانية ان زي ما احنا تقذينا لازم نقذي غيرنا ونقذي انفسنا لكن رب لما بيقولنا اغفر انا باجي عند دائرة الايذاء ديت وبوقفها انا بقرر من كل قلبي كما سامحني الله مش مهم اللي عمل فيه دوت يستهل السماح ولا مش حلل كل واحد لكن دلوقتي انا لاني انا اريد ان كما ان الرب سامحني انا ايضا اسامح الاخرين لان انا مش مستعد ابدا اني انا اتخلى عن علاقتي مع الله لاني ده هو الحياة بتاعتي فاول شيء احباقي عشان نعرف ازاي المسامحة ده قرار انا باخده ان انا ماكنش عندي مرارة من حد ماكنش عندي حب انتقام لحد لاني فعلا انا بسمحه زي ما الرب سامحني ده افرد ما سامحتوش ايه اللي هيحصل افرد ما سامحتش الشخص دوت في الحقيقة احباقي ان النتائج بتاع عدم الغفران نتائج رهيبة ولذلك انا قررت اتكلم في هذا الموضوع نتائج عدم الغفران هي نتائج مدمرة للحياة هنا على الارض وللحياة الابدية مرقص 11-25 بيقول فمتى وقفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم على احد شيء لكي لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في السموات لانه ان لم تغفروا انتم لا يغفر ابوكم الذي في السموات زلاتكم هتقول لي انا اول مرة اعرف ان الغفران مشروط تعمل تقول لنا الغفران بدم يسوع بالطهارة بدم يسوع لوقتي الغفران بقى بالاعمال اغفر لغيري علشان ربنا يغفر لي هو بالاعمال ولا بالايمان طبعا هو دم يسوع اللي بيطهر وحنا عارفين كده ان دم الرب يسوع بيطهر من كل خطية مفيش تطهير الا بدم يسوع لكن لما بنقرأ في رسالة يحنى اللي صاح الأول رسالة يحنى اللي صاح الأول بيتكلم عن ايه يحنى الاولى ان اعترفنا بخطيانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل اثم طب هو الغفران بيجي عن طريق الدم ولا عن طريق الاعتراف لا الغفران بدم يسوع لكن لازم اعترف بخطيانا امام الرب مش كده ولا ايه لازم اعترف بخطيانا امام الرب علشان اتمتع ببركة الغفران لو انا مش مسامح حد مش هقدر اجي قداما الرب واقول له واغفرلي سامحني واغفرلي لان الرب حيقول لي بص انت مش غافر لمين وهذه الشركة حتتعطل والقوة الروحية حتتعطل ويكون فرصة لدخول الشيطان الى حياتي مع اني انا مؤمن وتولدت الودالة الجديدة يعني ممكن واحد بسبب عدم الغفران بتاعه ان الشركة بينه وبينه رب تتعطل زي ما قلتلكم الضيفان الغفران على حساب دم يسوع لكن التمتع بقوة الغفران والطهارة اللي رب بيدهننا عن طريق الاعتراف ان انا باعترف له بقوله مش عايز اعمل كده تاني انا باعترف لك بخطيتي مش عايز ارجع على الخطيئة دي تاني ده الاعتراف دليل على كده يعني ايه ليه انا باعترف لانه انا بقول انا اخطأت ومش عايز اعمل كده تاني انا ده مش الطريق اللي انا عايز امش فيه الملوض من الله لا يخطئ يعني ايه لا يخطئ يعني لا يستمر في الخطأ فانا باعلن انا مش عايز استمر في الخطأ وانا ربي بقولك سامحني ربي حقولك بس انت لسه مش غافر فلان انت مدخل مرارة في حياتك انت مدخل الشيطان في حياتك ولذلك أنا مش همتعك بهذه القوة وهذه الشركة إلا لما تروح أنت وتسامح أخوك الأول تقولي للدرجات دي أقولك لأن هذا بيخلي أني لسه برضو الدائرة بتاعة الشر شغالة أنا بحد بيأزيني أنا بأزي غيري أنا بتتأزى العلاقة بيني وبين ربنا الرب يقول لابد أن هذه الدائرة تبطل خلاص أنا عايزك تقطعها زي ما أنا غفرت لك وإنت خطاياك كثيرة روح يغفر لفلان بقولك شو روح يعمل معه أقعد أشرب معه قهوة في دلوقتي لكن بقولك اغفر له من كل قلبك لا تمسك عليه شيء لأن أنت لما جت لي أنا ما مسكتش عليك شيء في متى 18 عارفين مش حكاية كلها العبد اللي فيه سيدو سمحوا بعشر تلاف وزنة من الدهب كان عليه عشر تلاف وزنة من الدهب فرح جيل سيدو قاله امهلني بس سيدو قاله قولك حاجة خلاص مش عايزها منك وهو طالع من المكان لقى واحد تاني مستلف منه 100 دينار فضة مش دهب 100 دينار فقاله فين فلوسي قاله بس مهلني قاله لا لا أمهلك إيه ده أنت هتروح السجن لغاية لما توفي آخر دينار عليك فرح الناس قاله للسيد ده إيه اللي بيعملوا ده فقاله ده أنا سمحتك بعشر تلاف وزنة فضة مش قادر تسامح لغيرك عشر 200 دينار وحطه في السجن أحباقي أنه إحنا الرب لما بيقول لنا إحنا مش عارفين جرم خطايانا إحنا عارفين جرم الناس اللي عملت فينا لك إحنا مش عارفين إحنا بنعمل إيه صدقوني 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 مفيش منظمة اسمها الناس بتمشي وسط الناس عشان تأذيهم الناس اللي هما إحنا إحنا بنقذي بعض فعشان كده إحنا بنقذي بعض وأحيانا حتى بالإهمال بنقذي بعض وبنعمل خطايا أمام أبونا السماوي لكن إحنا مش شايفين هذه الخطايا لكن لما حد يعمل فينا حاجة بنشوفها كبيرة جدا ليه عنده 100 دينار؟ لا أنا عايزي 100 دينار بتوعي ده بقى 100 دينار يعني أغر تعامل لمدة 100 يوم وأنا أسيبهم له ليه؟ طيب ما فكر في اللي سامحك بالعشر تلاف وزنة من الدهب عشر تلاف وزنة دهب وسمحك عليهم بالكامل لذلك عزيزي عايز أقولك أن عدم الغفران بيمنع الشركة بينه وبينه الرب لأنه مش بيخلينا نشوف خطايانة على حقيقتها ولنا مش قادر أشوف خطايا على حقيقتها ما أقدرش أعترف بيها مزبوط لو أنا شايف الجرم اللي أنا بعمله هقدر أعترف له بيه لكن لو شايف اللي أنا عملته ده حاجة بسيطة يبقى الاعترف بتاعي مالوش أساس أنا بخطئ قدام الرب كل يوم لكن كل يوم بقول له رب أنا مليش عزر في خطيتي لكن أنا واثق أن الدم يسوع المسيحي يطهرني يقول لي خلاص الدم طهرك لأن أنا فديتك فيش مرة بروح له باعترف له بيقول لي هو هو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثن لكن أنا عارف الجرم اللي عملته لكن كوني أنا مش مسامح غيري معناها أن أنا مش عارف الجرم اللي أنا عملته معناها مش هقدر اعترف كويس لأن أنا مش شايف أن أنا عملت حاجة بحش لأن اللي عملوا غيري شايفوا أكثر من خطيتي أحبائي نحن نكبر في خطايا الناس تقول لي أوعى تقول لي كده ده اللي حصل لهم child abuse sexual abuse أنا عارف كل ده وبشوف ناس كل يوم بشوفهم بيتعرضوا الجميع الإيذاء لكن أنا عايز أقول لكم أيضا نحن أذينا أيضا آخرين والرب لي هقول لكم بعد كده النقطة التانية إزاي الرب لي طريقة للعلاج لكن عايز أقول لكم أوعوا تكون مركزين على خطايا الآخرين وأنتم مش عارفين أن أبوكم السماء ويغفر لكم بالكامل مين يقول يا رب أنا النهاردة باخد قرار أغفر باسم الرب يسوع زي ما أنت غفرت لي ولما اعترف بالخطايا من هنا ورايح أعرف حجم الخطايا ما أقولوش يا رب أنا باعترف بخطايا على الكذبة البسيطة اللي أنا مكنش أقصدها دي النهاردة أنا آسف ده مش اعترف ده تبرير نفسي قدام الرب تبرير الخطايا ده مش اعترف لكن أقول لها رب الكذبة اللي أنا كتبتها دي أنا كتبتها أمامك وكسرت وصياك وعملتها وأنا ليس لي عزر لكن سامحني وأنا رب أيضا بسامح اللي كذب علي وبسامح اللي خني لأنك أنت سامحتني أشكرك من أجل دمك وغفرانك مش هتعرف تقدر دم يسوع وغفران يسوع طول ما أنت عينك على اللي عملوه فيك الناس فاهمين كده ولا لأ طول ما أنا بفكر في اللي عملوه فيه الناس أنا مش مقدر المغفرة بتاعت يسوع عشان كده مش هعرف أعترف مزبوط لكن أنا أقول لها عايزك من هنا ورايح تعترف مزبوط قدام الرب وتعرف جرمك أمام الرب وتعرف إزاي أنت أجرمت لكن في نفس الوقت هو سامحك إزاي هو قدير وأمين وعادل ومحب في الصليب أنه قدم لك الغفران كما قدم لك الغفران اغفر لآخرين مهما كان الذنب وأول حاجة لازم عشان أغفر لازم أعرف أن أنا بغفر دي أول نقطة هما ست نقطة أنا بغفر لأن الرب غفر لي مش بحل اللي قدامي يا ترى يستهل الغفران ولا أه تاني حاجة لأن عدم الغفران حيوقف العلاقة بيني وبين ربنا الشركة مش هتبقى مستمرة لأني مش هعرف أعترف بخطاياه مزبوط مش هعرف أقدر هو عمل معي إيه فاهمين النقطة التانية؟ مين مش فاهم النقطة التانية؟ دي أهم حاجة مش فاهم النقطة التانية؟ النقطة التانية اللي عايز أقولها أن أنا لما ببص لخطايا غيري مش بعرف قد إيه أنا أخطأت لأني أنا مش حاسس بالجورمة بتاع خطيتي لكن أنا دلوقتي لما أنا أعرف قد إيه أنا أخطأت بقول يا رب فعلا خطيتي كبيرة وانت سمحتني انا بسامح ايضا اللي غفر لي امين النقطة التالتة لو انا ما غفرتش لازم حقزي حد خلي بالكم موضوع ده اللي تقزي لازم يقزي ده قانون الطبيعة عشان كده مثلا تلاقي في بلاد مثلا فيها child abuse بلاد بحالها مشهورة child abuse خسرنا sexual abuse للاطفال الصغيرين ايه هو تقزى يكبر يقزي غيره بعد تلاتين سنة الطفل دوت اللي تقزى ازاء جنسي بيبقى شاب بيدور على طفل يقزي ايضا دايما اللي ما عندوش غفران ولسه المرارة في قلبه لابد ان يقزي حد سواء يقصد او لا يقصد او يقزي نفسه يقزي نفسه انه يشعر بالزنب المستمر او يقزي نفسه انه يشعر بالشفقة على نفسه تعرفوا الشفقة على نفس دي لما الواحد ياخدش كوباية قهوة كده ويفضل يسمع الاغاني بتاعت زلموني وعملولي ومش عارف ايه والحاجات زي كده يقعد كده ايه يغني انه جاء الدنيا واللي عملته في بعد الاغنية ديت لو عمل اي حاجة على واحد كنت بكلمه بقوله يعني من فترة طويلة بعين بقوله انت بتدخن ويقول لي يا عم انت مش عارف اللي جاره فيا ادخن ادخن ده وادخن واشرب عشان انسى وبعيني يعني ربنا حيسيب اللي عمل فيا ده كله وحيسيب الحروب اللي بتحصل ويقول لي انت جايلك عشان يشوف السجارة اللي انت مسكها دي كبر دماغك لكن هو اللي بيحصل ايه هو بيأذي نفسه صح ولا لأ فالانسان اللي مش بيغفر وبياخد القوة من الرب علشان يكون فيه علاقة قوية بينه وبين الرب كده ويكون فيه علاقة نقية بيعترف للرب باستمرار وبييتمتع بالغفران بتاع الرب ما كنتش انا اغفر لغيري حستمر في ايزاء غيري او ايزاء نفسي فعاش اوقف الازية لازم اغفر امين هي بقول له رب انا مش عايز ا ازي حد تاني مين يقول له رب مش عايز ا ازي حد انت ممكن تأذي اللي اقرب من الناس ديك على فكرة من غير ما تشعر ممكن تأذي زوجك زوجتك اولادك يعني فيه احد الاشخاص كان ابو بيضطهده حكى الاختبار دوات في كنيسة قريبة كنت بخدم فيها كنيسة كندية حكى قدام الناس بيقول ان ابويا كان باستمرار انا منفصلة عن امه وكان هو شبه والدته فكان ابو بيكرهه جدا ده من يقول له انت فاشل انت فاشل انت فاشل هو صمم انه يكون ناجح هذا الشخص وبقى انسان ناجح جدا وكان عنده بنتين وبعد كده جاله ابن اول ما جاله الابن ابتدى يبكي بيقول شعوري من ناحية ابني مش زي البنتين التانيين انا حاس ان انا حقزيه زي ما بقى زي ان انا حقزيه فعلا ابن كبر وابتدى يتعامل معه بطريقة مختلفة عايزه يعمل هو عايزه بالزبط ما كانش الولد يعمل زي ما هو عايز بالزبط يعني حريقة في البيت هو بيعمل كده ليه لان زي ما قلتلكم هو لسه ما غفرش الانسان اللي ما غفرش حيفضل يقزي غيره ويقزي نفسه حتى بدون ان يشعر هل هو بيشعر انه بيقزي ابنه لا ده عايزه يبقى احسن حاجة بس بالذات لان هذا شخص روح ايه ابتدى يعني ايه ربنا يكشف له انك انت بتعمل كده مش بغرض تربيته انت بتحط كل اللي حصل فيك بتحطه في ابنك فممكن نقزي اقرب الناس الينا لو لم نغفر امين احباقي حد من انا عايز يقزي حد تاني حد من انا عايز يقزي نفسه نيش تقول له لأ لأ عمين عشان كده اقول لك اغفر لو انت مش عايز تقزي حد تاني اغفر باسم الرب يا سوع مسيح يقول له رب انا ليس عندي اطلاقا اي مرارة من ناحية اي حد او عدم غفران من اي حد لاني انا بختار كده امامك لانك انت اله القدوس عملتني تستخدمني لاخرين لبركة اخرين مش لاذا اخرين ربنا ما عملناش عشان نقزي حد احنا اولاد الرب بيقول ايه ان احنا نور العالم نور العالم يعني من غيرنا العالم ما ينورش فتخيلوا النور العالم ده بقى وظلمة وبيقزي الناس يبقى فين بقى فينه النور مش كده ولا ايه عشان كده باسم الرب يا سوع المسيح اقول له ربي انا هغفر النهاردة لانك انت اخترتني لأكون بركة لا سبب اذية للناس ولنفسي يبقى في ثالث حاجة احنا قلنا اول حاجة رب اغفر لان المسيح غفر لي تاني حاجة لان عدم الغفران هيعطل بيني وبين الرب الشركة والاعتراف المستمر بالخطيتي ثالث حاجة ان عدم الغفران هيجعلني اقذي غيري واغذي نفسي لكن رابح حاجة احبائي ان الرب ايضا بقدرة غير عادية الهية بيحول كل اذية اذيت بيها بالماضي او الحاضر الى خير لي تكوين خمسين عشرين عارفين قصة يوسف بيقول انتم قصدتم لي شرا اما الله فقصد به خيرا شوف كل الحاجات يعني الاشياء اللي انا بعتقد انها سبب مرار في حياتي حينما اغفر الرب ازاي بيشفي وازاي بيحول هذه الاشياء الى يعني بركات ويا ما ناس شفناهم تعرضوا لعذاب واذاء اصبحوا منادين بالحق ومحررين لغيرهم لانهم غفروا تخيلوا لأم الناس دي لسه ما غفرت شي هيفيدوا حد هيقدر يفيدوا حد مش هقدر يفيدوا حد صح ولا لا لكن هما عارفين ان الرب حول كل شيء للخير فالرب بيقولك اوعى تقول ان خلاص اللي حصل اللي تكسر ما تسلحش واللي خلاص القذية اللي حصلت دي تنتهى انا مش هرجع تاني زي الاول لا ده الرب بيدي تعويض والرب ايضا بيحول كل شيء للخير عارف ليه عزيزي لان الرب هو الوعيد اللي انتصل على الشيطان وهو الذي يبطل خطط الشيطان مين اللي وراء الازاية دي كلها اللي بيخلي ده يأذي ده وده يخلي ده الشيطان والخطيئة مين اللي بيخلي ازاي تتخيل ان الطفل الصغير واحد يعتدي عليه جنسيا ويقتله هذا شر شيطان الخطيئة شيء بشع مش كده ولا ايه طب هذا الشيء حصل وبيحصل كل يوم ليه بيحصل سلطان الشيطان على الناس لان الرب غلب الشيطان عايز يقولك الرب ايه بدل ما تحس ان عدوك هو اللي عمل فيك العملة دي تعال وراء اللي كو وراء كل هذه الاذاية ويأذيه النهاردة تقدر تأذي ابليس كنت بقرأ في قصة عن واعز اسباني جي جي ابنيو تقريبا الاسباني ان هو بنته مع انها اختصبت واحد اختصبها وقتلها رح يتقدم هذا الشخص للاعدام فقال لهنا عايز اقابل هذا الشخص رح قابل هذا الشخص وقال له انا مسامحك وكلمه عن المسيح وجيه الشخص ده للمسيح وامن للمسيح وراح السماء امين كل من يؤمن به تخيلوا احباقي ان هذا الشخص حيتعدم حيتعدم لكن لو كان هذا الانسان الوعز رايح يقول انا بس عايز اتشفى فيه قبل ما يروح للمشنقة عايز اشوفه كده وهو رايح للمشنقة على اللي عمله فيه والاذاء اللي عمله فيه هو قال ايه في فكره مين اللي ورد كله الشيطان طب انا هروح اضرب الشيطان ضربة قوية وحاخد واحد من بقه من بق الاسد وودي الملكوت يبقى انا انتقمت كده ولا لأ انتقمت كده من الشيطان فعايز تنتقم من الشر اللي حصل لك انتقم من الوردة كله وهات نسل المسيح واغفر ستجد انك انت فعلا تقول الله ده انا فعلا كنت الريل آنمي بتاعي امش واخد بالي منه العدو الحقيقي بتاعي امش واخد بالي منه هو اللي مشغل ده كله وانا رايح ورا الناس تصوروني فيه ناس مع ان لا مبرر لهم اطلاقا لا ابررهم اطلاقا بيعملوا جرائم وهما بيقولوا احنا مش بنعرف نعمل عملنا كده ازاي بعد الجريمة درجة الناس بيتانتحر بعدها لانه مش عارفين ازاي هم ما عملوا هذه الجريمة منقاضين بقوة شريرة انا مش بعذرهم ابدا ولكن عايز اقول ان في قوة محركة قوة الخطية وقوة ابليس وراء هؤلاء الناس انا بقرر ان انا انتقم من ابليس النهاردة باسم الرب يسوع وحجيب ناس للمسيح ده اكبر انتقام طيب هذا الواعز كان احسن لي ان هو يروح يتشفى ولا احسن لانه يضرب ابليس في مقتل وياخد مجرم في اخر يوم في حياته عشان يروح السماء انهي الانتقام اكتر من الشر عشان كده احبائي مصراعتنا ليست مع دم ولحم بل مع اجناد الشر الروحية اعرف عدوك الحقيقي واضربه في مقتل اغفر اغفر وروح بشر بيسوع وروح ور الناس عظمة يسوع تنتقم كده من الشر وده بيكون اعظم انتقام من يقول له امين يا رب اجعلني الانتقم من الشر النهاردة لان الشر لن يهزمني بيقول ايه لا يغلب انكم الشر بل اغلبوا الشر بالخير امين فلذلك عدونا الحقيقي هو الشيطان ورب قادر يحول كل ما بيعمله الشيطان لخيرنا ولهزيمة الشيطان باسم الرب يسوع احباء ايضا لازم اقولكم ان الرب بيعوض الى جانب انه هو بيحول كل شيء للخير لكن الرب بيعوض تعويض غير عادي عشعياء واحد وستين بيتكلم عن الموضوع دوت وهذه نبوة عن المسيح روح السيد الرب علي لان الرب مسحني لأبشر المساكين ارسلني لأعصب منكسر القلب لأنادي للمسبيين بالعطق وللمأسورين بالاطلاق لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا لأعز كل النهاحين لأجعل نائحي صهيون لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد وروح ورداء تسبيه عوضا عن الروح اليائسة فيدعون اشجار البر غرس الرب للتمجيد هذا التعويض بيعمل الرب بس ما بيكون عندي غفران لكن طول ما انا ما عنديش غفران والعلاقة بيني وبين رب مش شغالة مش هقدر استقبل التعويض الالهي قدام كل البركات الالهية دي يا حباي حد عايز لسه يكون في قلبه عدم غفران حد عايز يكون كده انا بقول دي دي بركات هنا على الارض بركات ابادية كل ده عشان قرار اخده انت مش 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 مطالب ان المشاعر بتاعتك تصفى دلوقتي مشاعر تاخد وقت عبال ما تصفى لكن مطالب انك تقرر دلوقتي تقرر تسامح اخر حاجة يا حباقي ان ايضا عايز اقول لكم حاجة ان مكتوب ليه النقمة انا اجازي يقول الرب في رومية 12 عدد 9 ان ما فيش حاجة هتعدي يعني تتأكد ان اللي بيئذي ايضا حيتئذي فعشان كده اعطوا مكاننا للغضب اعرف ان الرب ليه شغلنته هو مع كل واحد بيعمل ايذاء وان ما بيسيب لهم الحرية هنا لكن في يوم للقضاء وايضا هنا على الارض ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا فعشان كده سيبها للعدل الالهي انت متعرفش تحكم حكم عادل لكن الرب يحكم حكم عادل ست خطوات او ست اشياء ليه بيها اغفر بعد كده حاختم بحاجة تانية ان اول حاجة لان المسيح سامحني امين لان عدم الغفران بيقطع الشركة بيني وبين ربنا ثلاثة عدد المعدم الغفران بيجعلني اقزي نفسي واقزي اخرين اربعة ان الرب بيحول كل شيء للخير وبيضرب الشيطان اللي هو وراء كل اذية خمسة الرب بيعوض عن كل ما بيحصل لي ستة ان ليه النقمة انا وجازي يقول الرب ان الرب له ايضا عقاب للاشرار عاز اقول لكم يا حباي ايضا القلب المليان بالغفران بتاع يسوع ما بيبقاش القلب اللي هو حساس لنفسه يعني ايه الكلام ده في لقى سبعة عشر تلاتة بيقول ايه بيقول ان اخطأ اليك اخوك فاوبخه وان تابع فاغفر له وان اخطأ اليك سبع مرات في اليوم ورجع عليك سبع مرات في اليوم قائلا انا تائب فاغفر له في قلب ما بيشلش من الناس لان في قلب يسوع وفي واحد لقيه ان هو مستني على كلمة لان هو مجروح اساسا لسه الرب ما شفهوش ما سمحش للتعويض الالهي يقول لك انا حساس في ناس يقول لك انا اللي يقول لي كلمة اتلغى من حياتي خلاص انا مش هكلم ما بطيقش اشوفه لو قال لي كلمة واحدة ده مش قلب يسوع احبائي بيقول لك اذهب فاوبخه ليه انت بتروح لما يكون فيه علاقتنا مع بعض ليه اذهب ووبخه عشان انت بتقدر ان فيه علاقة غالية بينك ومن اخوك العلاقة دي مش هتنتهي في لحظة انا شفت ناس اصدقاء مع بعض عشرين سنة في لحظة كلمة طلعت من ابن فلان او ابن فلانة العلاقات بازت وانتهت وبقى تحولت الى عداوة لا ده انت ممكن تروح تقول له انت عملت معايا كذا لانا كنت غالي علي انا عايز العلاقة ترجع فبيقول لك انا آسف امتاب فاغفر له فبيقول لك ان عمل كده سبع مرات فاليوم اغفر ليه مش معناها سالك اقول لك اهان فاظلك واحدة لقتي ستة فاظلك واحدة مش كده قصد تبقى عندك دي ده يعني ايه ده طبعك انك انت بتحافظ على العلاقة اكتر ما انت عايز تاخد حقك وعايز انك انت تقطع العلاقات وتعمل ده كله انك انت حريصة ده طبع عندك لما الواحد يعمل حاجة سبع مرات بتبقى طبع وقال له في مرة تانية الى سبع مرات سبعين مرة الى 490 مرة يعني بيكون عندك ده طبعك انت كده بتسامح مش لانك انت بتقول انك انه ما فيش حاجة حصلت معك لا بس انا بغلط وانت بتغلط انت بتقولي انا آسف انا بقولك خلاص انا بمسامحك تبتدر العلاقات بترجع وقال لي كده احباقي ان العلاقات فيه علاقات بين عائلات بتتدمر علاقات في الكنيز بتتدمر لاننا مش بنصارح بعض وكل واحد بيشيل في قلبه وقولك لا انا ما نزلش نفسه روح اكلمه هو عارف هو عمل ايه وساعات ما يكونش هو عارف هو عمل ايه وقولك هو عارف كويس او اللي قاله هو عارف اللي عمله معنى ما يكونش عارف طب روح عرفه ولو عرفته هقولك انا آسف خلاص خده في حضنك الرب مش عايز يفرق الرب عايز يجمع اولاد الله الى واحد الرب عايز ده بيقول ازا اجتمع اتنين على طلبة استجاب لهم اشطان مش عايز يجمع اتنين على بعض عايز يفرق كل ناس عن بعضها عشان عارفين ان هو فرق تسد ده نظام الشيطان لما يفرقنا عن بعض يستفرق بكل واحد ومكتوب ويل لمن هو وحده عايز كل واحد عيش لوحده كل عيلة تعيش لوحدها كل واحد حتى في وسط العيلة كل واحد قفل القضاء على نفسه وقعدت النهار لوحده وعمال يشوف اللي هو بيشوفه هذه ليست العلاقات احبائي لازم نشتغل على هذه العلاقات لان رب من خلال العلاقات بيعمل فينا ميني ولا رب النهاردة انا عايز يكون في طبع الغفران وانا بقرر اغفر باسم الرب يسوع انا مش هخلي المرارة دي تدمرني هنا حياتي على الارض وحياتي الابدية لا انا مش هخلي ان اللي بووزلي الماضي بتاعي وازاني قبل كده يبووزلي كمان مستقبلي لا انا النهاردة باخد هذا القرار اسامح باسم الرب يسوع باسم الرب يسوع وان انا ارجع لعلاقتي مع الرب تاني واعترف له وامتلي بقوة روحه امين احبائي ناخد هذا القرار مع بعض نهاردة تيكي نقف كلنا مع بعض وناخد هذا القرار تعال كده وشوف انت مين اللي انت مش مسامحه تعال شوف وانت سواء من الماضي او من الحضر قوله انا امامك يا رب بسامح هذا الشخص ولو كان اتنين لو كانوا ثلاثة لو كانوا الف انا بسامح هذا الشخص مش حسمح لعدم الغفران انه هو يأتي لحياتي ويدمرني مش حسمح بكده ابدا باسم الرب يسوع المسيح انا ابنك انا ملكك انا بتاعك انا مش بتاع ابليس انا نهاردة بقولك يا رب بعترف بخطيائي ان انا رب ما سامحتش يا رب بعترف بخطيائي انا عملت كتير اوي اوي ما كنتش عارف جور من اللي انا عملته لكن اشكرك مع اني عارف جور من اللي انا عملته لكن عارف اني دمي يسوع مسيحي طهرني وانا عارف اني يسوع طهرني لذلك يا رب انا كاما انت غفرتلي كتير انا باغفر لاخرين النهاردة حبط لقزي ناس يا رب حبط لقزي نفسي باسم الرب يسوع مسيحي خد هذا القرار الان انا مش عايز واحد يطلع من الاجتماع النهاردة او حد اللي بيسمعني على الانترنت سواء في الفيسبوك او في اليوتيوب مش عايز حد يخلص هذه الخدمة وهو عليه لسه في قلبه عدم وغفران من ناحية اي حد ده جبل حيتشال من عليك وهتحس ان جبل يتشال من عليك في لحظتها جبل من اللعنات بتاعة ابليس جبل من الاكتئاب والمرارة والحزن يتشال الان بقرار ازالة من الهنا الحي ويجي النهاردة تقول يا ربي انا بشكرك من ابل اشكرك يا رب من اجل غفران اشكرك يا رب من انك انت غفرت كل خطيئة ليا وانا رب فعلا من هنا ورايح هستمر باسم الرب يسوع امجد اسمك امجد وعظم اسمك يا رب ابو ناسمي انا واخواتي وكل من يسمع لي يا رب اشكرك يا رب من اجل غفرانك اللي عالصليب اشكرك يا رب من اجل انت اعدت الكل واحد مننا وليما الهي هنا على الارض بسبب روحك القدوس وبركات روحك القدوس وعضتني الحياة الابدية باسم يسوع المسيح الحيالة بالقدوس بصلي من اجل نفسي ومن اجل كل واحد يا رب لا يخرج من هذا المكان وفي قلبه عدم غفران لا احد يستمر ابدا بعد سماع هذه الخدمة باسم الرب يسوع وفي قلبه عدم غفران بل نغفر باسم الرب يسوع ولن يضيع ابليس مستقبلنا لكن باسم الرب يسوع المسيح انا رب بقرر اغفر ايضا واخواتي امامك رب بقرر يغفر ايضا يا رب فننال البركات الالهية وننال يا رب هذه القوة الالهية التي تأتي الينا بالغسيل المستمر وقوة الروح القدس باسم الرب يسوع المسيح نحن ننسى ما وراء وننتد الى ما وقدام واللي جاي عظيم يا رب لان كل يوم بيقربنا ليك فاللي جاي هو عظيم واللي جاي اعمال عظيمة الهية شكرا ليك من اجلها يا رب بنسبحك ونمجدك ونعظم اسمك باسم الرب يسوع المسيح امين امين